اشتركوا في القناة 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 فيكون الامر كله لله جل فعله وتكون لله جل فعله قال لا منجى ولا منجى منك الا اليك فانت ليس لك نجات الا بالله جل فعله وليس لك ايضا نجات منه الا بالله جل فعله الحقيقة سماعوا من امرو بن حسين سماعوا من ابي غيرا سماعوا كل ذلك مدخول صحيح ان الحسن لم يسمع قط الا من جابر بن سمرة وحتى انهم قالوا لم يسمع منه الا حديث العقيقة لكن الشيخ ما تشكل في المسند على سيره جعل جعل السماع على فعل المتقدمين جعل السماع لانه سماع على الكل حتى ياتذل انه لم يسمع وهنا كما قلت هنا الادب مع الله جل فعله ثم اتقان التعامل انت لا من جلك من الله الا الى الى الله جل فعله اذا هو هو زادك وكل شيء تبتغيه وترتجيه ليس الا عند الله للا فعله لذلك يعني قال يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوت فاستكسوني اكسكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم لذلك قال الله انني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافتك من عقوبتك يعني عجل بالمعافاة جعلها تغطي على العقوبة رحمتي غلبت غضبي واعوذ بك منك لا احصي شوف اعوذ بك منك يعني لا من جاء لا من جاء منك لا اعوذ بك منك لا احصي سنعني عليك انت كما اثنيت عن نفسي ادب في الدعاء واحسان في التوسل وتوسل بصفة الله وأما الحديث الثالث كان علينا بطلب يقول اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم بحلة الحرير فبعث بها الي فلبستها فرأيت الكراها في وجهي فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء لأنه لما اعطوا اياها النبي صلى الله عليه وسلم حسب انه اضحفه من اجل ان يلبسها وهي من حرير وأنه سلم حرم الحرير على الرجال دون النساء شكرا لكنه لم يثبته أنه لم أرى يعني حسب ذهني من زمن أنه لم يثبته له السماع يقول علي بن بن طالب أنه لما اوتى بحلة من حرير وأنه سلم أعطائيا هو أهداء وهذه فيها دلالة على الفراق على المفارقة بين في الأحكام بين المحرم لذاته والمحرم لغيره الحرير محرم لغيره لذلك صح بيعه وصح شراءه وصح إهداءه أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب فأهداها الأخ له مشرك بمكة وأهداها العليم بن أبي طالب فلما لابسا كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها خمرا بين الفاطم الأربع نعم تأتي لي به أفضل حتى أؤذبت ذلك رضي الله عنك والحرير وهو حرام على الرجال لكنه حلال على على النساء حلال النساء حرام على على الرجال رد الله عن كعلا حسنا الفؤاة اللός المصط soldiers الصابحة الشرع يفرق بين المختلفين لا يفرق بين المتمثلين لكن يفرق بين المختلفين ونقى فارقة بين الحرام لذاته والحرام لغيره لا من جاء من الله إلا إليه فليحسن المكلف الفرار العقل مناط التكليف شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم